لما تتوقف حملات رفض أحرار الوطن لانقلاب سبتمبر طيلة أربعة عقود من حكم الطاغية أضلت قوافل الشهداء وتضحيات السجناء تذكي وقود الثورة حتى اندلعت في فبراير 2011 روافد الثورة مستهل سلسلة تقاريرنا عن الذكرى السادسة لانطلاق ثورة السابع عشر من فبراير منذ اغتصاب الملازم معمر القذافي للسلطة وتعطيله للدستور في فجر الأول من سبتمبر سنة 1969 والقوى الحية وأبناء الشعب الليبي الفطن لحجم المؤامرة لم يهدأ له بال ولم يخدع بالشعارات البراقة للانقلابيين أولى المحاولات الجادة كانت بواسطة المقدم آدم حواز وزير الدفاع الأسبق والمقدم موسى الحاسي وزير الداخلية الأسبق في حكومة الجذافي في السابع من ديسمبر سنة 1969 تلاها محاولة عبدالله عابد السنوسي في مايو سنة 1970 وهو ابن عم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي وأحد أركان الأسرة السنوسية الحاكمة سابقة ثم محاولة الرائد عمر لمحيشي الانقلاب في الثالث عشر من أغسطس سنة 1975 بمعاونة 21 ضابطاء منهم بشير الهوادي وعبد منعم الهوني وهما مع المحيشي من أهم رفاق الجذافي في انقلابه الأول وجاءت انتفاضة الطلب بجامعة بنغازي وجامعة طرابلس في يناير سنة 1976 لتضاف إلى رصيد المقاومة ضد حكم العسكر وتم اقتحام حرم الجامعتين في حينها وانتهت بمشانق إبريل سنة 1977 ولعل أبرز المحاولات الانقلابية قاطبة كانت المحاولة الانقلابية الأولى للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا سنة 1984 حيث تم تنفيذها داخل معسكر باب العزيزية معقل القذافي بمهاجمته بالسلاح وأفشلها الأخير خلال ساعات بعد محاصرته لعناصر المحاولة واستشهد عدد كبير منهم واعتقل آلاف الآخرين المحاولة الانقلابية الثانية للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في أكتوبر سنة 1993 وظهر فيها تخطيط جديد للجبهة باعتمادهم على الضباط من الداخل في صفوف جيش الجذافي من أبرزهم مفتاح جروم قائد الانقلاب كل المحاولات السابقة لم يكتب لها النجاح ولأسباب مختلفة من بينها المنظومة الاستخباراتية المعتمدة على ضعاف النفوس من منباع آخرتهم لأجل أهداف دنيوية زائلة وأيضا للحماية الأجنبية لأركان نظامه كونهم هم من دعم انقلابه منذ البداية ورغم القبضة الأمنية الحديدية المفروضة على العباد في كل أرجاء البلاد على مدى أربعة عقود إلا أن الوطنيين الأحرار لم ترهبهم المشانق ولا المعتقلات ولا المجازر ولعل أسر شهداء مجزرة أبو سليم كانوا قد سكبوا آخر القطرات التي أفاضت كأس الثورة في السابع عشر من فبراير والذي سرعان ما تحول إلى سيل عرم اجتاح كل ربوع الوطن الحبيب اشتركوا في القناة